موسيقى عشان تكونوا بالصورة قاعدة السلسلة بالانجليزي اسمها ايش chain rule انت سيتا قدمك اكيد زميلي انت بتعرفوا اسبا خليليو اكيد بدوا يساعدنا كثير بالحصة طيب chain rule اللي هي قاعدة السلسلة صح صح طب استاذ لازم اكون حاضر التأسيس الاشتقاق طبعا في اربع فيديوهات تكون حاضرهم ومتمكن منهم عشان شو عشان تدخلها قاعدة السلسلة تمام تمام طيب قاعدة السلسلة فيها ثلاث شغلات بنا نشرحها هسا في الكتاب تبعكم شارح اول اشي حاكي عن هاي وحاكي عن هاي بس بتجيب عليهم امثلي طب ليش حكي عنهم انا جبتهم يعني انا شرحت الثلاث هسا الثلاث موجودين بالدرس بالدرس موجودين اه اه وانا يعني انا كاستاذ اللي نظرة للتوجيه لازم اشرح الثلاث ولازم نتمكن من الثلاث افكار في قاعدة السلسلة تمام تمام اول فكرة في قاعدة السلسلة مشتقت القوس مشتقت قوس يعني من اسمها بكون عندي هون اقتران فانكشن مرفوع لقوة هذا الاقتران ممكن يخد نخطي وممكن يكون غير خطي مرفوع له ايش لقوة شو مشتقته راح نتعلم راح ناخدها اول قاعدة قاعدة الثانية بكون عندنا اقترانين منفصلين ها منفصلين كل اقتران لحال وبكون طالب المشتقة dy over dx هون راح نتعلم لما يكون عندنا اقترانين منفصلين كيف نوجد مشتقتهم لكن المقترانين شمالهم؟ انهم علاقة ببعض ايش؟ اه طلع علي اللي طلع على الاقترانين لاحظ انه فيه ترابط يعني y بدلالة z z بدلالة x يعني z اللي هي جوة y موجود ايش؟ باقتران ثاني z بدلالة x لازم يكون فيه دلالة لبعض لازم يكون فيه صلة قرابة صلة قرابة اه اذا ما فيش صلة قرابة هون فيه رح نواجه كثير مشاكل لا هون اللي بحكي فيه ومشتقة اقترانين اقترانين منفصلين على عيني وراسي بس الاقترانين منفصلين لازم يكون بينهم صلة قرابة طيب طيب رح نجيها تخفوش عليها رح تصير اشترى مني بيها وفي عندنا الموضوع الثالث اللي رح نطرحه في هذا الفيديو تركيب اقترانين تركيب اقترانين شايفين هاي الخمسة؟ هاي معناه هاش خمسة؟ يعني هاي معناها f بعد g ف بعد g يعني هاي معناها لما ننطقها بعد after f after g هاي راح نتعلم كيف نشتقها. هاي بسموها التركيب الاقترانين. يعني اقتران جو اقتران. اقتران جو اقتران. بسموه بالانجليزي تركيب اقترانين. تمام؟ أستاذ شو بتحكي؟ تخفوش. انتم مع خليل يوم. نزبطكم. طيب ننتقل لأول قاعدة. رول نمبر وان. أول قاعدة اللي كانت قبل شوي اللي هي قاعدة السلسلة. سوري قاعدة السلسلة. يعني اول فكرة بقاعدة السلسلة اللي هي ايش مشتقة القوس. يعني. عندي قوس. جواته. فانكشن اقتران. مرفوع لقوة. شو مشتقته. سهلة. القوة بتنزل. نزلنا القوة. والقوة بنطرح منها واحد. أستاذ. نفس. لما كنا نتعامل مع اكس قوة ان. شو مشتقتها كنا تنزل ان. ونطرح من قوة ايش. الان. نطرح منها واحد. نفس المعاملة. شايفين القوة هاي. بتنزل. نزلت هايها. وطرحنا من ان واحد هايها. الاقتران بنزل زي ما هو. بعدين ضرب مشتقة الاقتران. هون الاقتران نفسه. بنزل. هون الاقتران بنزل نفسه. بعدين هون مشتقته. هون مشتقته. يعني هون الاقتران بنزل نفسه. بس هون ايش؟ اول حركة بتعمل معها بتعمل مع القوة. القوة بتنزل بتطرح من القوة واحد. بعدين ضرب مشتقة ما داك للقوة. مشتقة الاقتران. هاي هي المشتقة. اه والله. تعالوا معي. يعني طلعوا. اقتران مرفوع لقوة. شو؟ اقتران. function مرفوع لقوة. واضحة. يعني الساس كيف اعرف انه قعد بحكي عن هاي المشتقة او هاي القاعدة. واضحة. من الشكل. الشكل بيغششني. اقتران مرفوع لقوة. خدناها ما خدناهاش بالتأسيس. طيب. شو المشتقة؟ بكون اوجد المشتقة الاولى. يعني بده dy over dx. صح؟ حلو. باشا بقول له. dy over dx. شو؟ القوة بتنزل. يعني عليك. هاي القوة نزلت. في القوس نفسه. الاقتران بنزل نفسه. ما داخل القوس بنزل نفسه. ولا باقر. تلعبش فيه. 3x plus 1. حلو. بعدين باعم باطرح من القوة واحد. خمسة اطرح منها واحد. بتصير اربعة. حلو. الله عليك يا استاذ. ضرب. ضرب ايش؟ مشتقة. طيب استاذ ازاي بتعمل اشارة الضرب هيك؟ انا بديش اعملها هيك. تفكروها اكس زي هاي. فانا بعملها تلت شحطات. واضحة. يعني ممكن ايش؟ اه. خلاص. يعني اعرفين ان هاي ضرب. ضرب. مشتقة ما داخل القوس. يلا تعال نشتقه. ثلاثة اكس. شو مشتقتها؟ ثلاث. والواحد مشتقته صفر. اذا مشتقته ثلاث. صح؟ اصلا هاد اقتران خطي. اخدناها. اقتران خطي. شو مشتقته؟ معاملو. ايو. تأسيس. شو مجال. افك الاجال. طيب. خلاص. بما انه الثلاثة هي بتضربوها بالخمسة. عشان هيك يكون شكله حلو. يعني بريستيجو. بسمحنوش انه الثلاثة تكون لحالها. لا. بضرب الثلاثة بالخمسة. سير خمسطاش. وبنزل هاد القوس. اللي هو ثلاثة اكس زائد واحد قوة اربعة. ديروا بالكم اوزع الثلاثة جوة القوس. ليش؟ لانه موجود داخل القوس في سجن. والسجان هو الاربعة. بدخلوش. يعني العدد ما بدخل على السجن والسجان موجود. تقدر تدخل تقدر ايش؟ في قوة اربعة ما بقدر ادخل الثلاثة جوة دير بالك.